بيراميدز كان أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني وابيراميدز كان أقدم تظلم للجنة الاستئناف لجنة التظلمات يعني عشان يقول أنا حق أنا اللي شارك فيه دوري أبطال أفريقيا ولكن لجنة الاستئناف أو لجنة التظلمات رفضت استئناف أو رفضت الطلب اللي أقدمه أو التظلم اللي أقدمه نادي بيراميدز بخصوص قرار مجلس الاتحاد الكرة بصعود الأندية بترتيب الدور الأول من مسابقة الدور الممتاز الموسم الماضي وكده الأمور يعني تقفلت خلاص وأنا أعطاك أن البرامدز متفاهم والأمور كلها خلصانة وتحدي الكرة بصراحة كان أعلى الوضع دوت من بدري وما كانش فيه أي أزمة أنا متفاهم أن البرامدز مركز تاني على حساب النادي الأهلي ودورة أبطال أفريقيا كلها حاجات من حقه نظريا أنه يطالب بيها بس خلاص كان فيه لايحة وكان فيه حاجة معلنة للجميع أنه اللي هيصعد من الدول الأول أو ترتيب الدول الأول هو على أساسه الفرق هتصعد إلى بطولات أفريقيا سواء دول الأبطال أو الكونفدرالية ده فيما يخص موضوع بيرامدز